بسم الله الرحمن الرحيم هنعرف في الفيديو ده ازاي نفعل اخر اصدار من ويندوز 8 اللي هو 8.1 في الاول هنحتاج نحمل الادة دي هنخش هنا على الميديا فاير هنخش على كلمة دولود دي على طوال هندوس على كلمة دولود هيبدأ التحميل معك تلقاء طيب بعد ما نحمل هنجي هنا هنلاقي الملف بالشكل ده هنروح نفك الضغط عنه خلص معنا هنا هيطلعنا الملف ده زي ما انت شايفين طبعا الويندوز بتاع مش متفاعل عشان تعرف هو متفاعل ولا هتروح ماي كمبيوتر خصائص وهتشوف هنا ويندوز is not activated طيب نشوف التفعيل هنفتح هنا وهنخش نسطر الادة دي yes وهندوس next هنا هنوافع الشروط و next نختار مكان هنالعايزين نسطر في الملف نختار next هنا هندوس next طيب وهو هنا خلص معي التسطيب هنروح بقى نفتح البرنامج هنخش هنروح على البرامج ندور على الادة نهيت هتلاقوا بالاسم ده ندوس عليها تلت هنفتحها هيطلع اصوات كده بس عادة لاحظوا معي بقى هيظهر هنا علامة الويندوز دوت يعنت عندك الويندوز ممكن بقى لو انت عندك office 2013 هيظهر لك جنب الويندوز هنا واتفعلهم الاتنين بالمرة بس office 2013 هندوس بقى هنا على العلامة الحامرة دي طالما طلعت العلامة الخاضرة دي بهو اتفعها كده خلاص لرفضة انشوف او ويندوز is activated ولقينا هنا العلامة راحت والويندوز اتفعل بنجاح الحين كده وصلنا لمهاية الشرح بتاع الفيديو ده لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك القناة اشتركوا في القناة